اشتركوا في القناة صفحة سبعين وواحد وسبعين في هذا الدرس ستقوم بالتالي تعبر عن الأسف مع عبارة ينبغي أن يكون زائد الفعل في التصريف الثالث تكتب عن حالة في الماضي باستخدام الماضي التام والفعل المساعد تكون جملة في الماضي حول فرصة ضائعة باستخدام إذا مع ذكر السبب والنتيجة كان يجب زائد الفعل في التصريف الثالث نستخدم هذه الصيغة وهي زائد الفعل في التصريف الثالث للتحدث عن الندم وتستخدم للحديث عن الأشياء التي تتمنى أنك قد فعلتها أو لم تفعلها انظر إلى الأمثلة كان يجب أن أقول أنني آسف ولكنني لم أقل أنني آسف ما كان يجب أن أفعل ذلك ولكنني فعلت ذلك نلاحظ تكوين الجملة استخدمنا في الجملة الأولى should have زائد الفعل said في التصريف الثالث وفي الجملة الثانية shouldn't بالنفي زائد half الفعل done في التصريف الثالث وكلاهما تبين الندم على أشياء حصلت في الماضي والآن يتمنى المتحدث أنها لم تحصل كونديشنال سنتنسيز الجملة الشرطية الحالات الافتراضية في الماضي use f plus past perfect plus would have plus past participle to talk about things that didn't happen in the past and had a result in the past or to talk about things you would have done differently نستخدم الصيغة التي تبدأ بـ if لو زائد الماضي التام والفعل would half زائد الفعل في التصريف الثالث للحديث عن الأشياء التي لم تحصل في الماضي وكان لها أثر في الماضي أو للتحدث عن أشياء كنت ستفعلها بشكل مختلف look at the examples انظر إلى الأمثلة if I hadn't found my book I would have been in trouble لو لم أجد كتابي لكنت في مأزق I found my book so I wasn't in trouble لقد وجدت كتابي لذا لم أكن في مأزق if I had studied harder I would have passed the exam لو كنت قد درست بجدية أكبر لكنت اجتزت الاختبار I didn't study hard so I didn't pass the exam لم أدرس بجد لذلك لم أنجح في الامتحان نستخدم الصيغة الشرطية التالية بـ if في البداية زائد الماضي التام وفي الجزء الآخر نستخدم would زائد الفعل في الصيغة الأساسية أو would زائد الفعل بي متبوعا بفعل آخر بصيغة ال-ing للحديث عن أشياء لم تحصل في الماضي وكان لها أثر في الحاضر look at the examples انظر إلى الأمثلة if I hadn't learned English I wouldn't understand you لو لم أتعلم اللغة الإنجليزية فلن أفهمك I learned English so I understand you تعلمت اللغة الإنجليزية لذلك أنا أفهمك if we had won we would be celebrating لو فزنا فسنكون نحتفل الآن we didn't win so we aren't celebrating لم نفز لذلك نحن لا نحتفل note الملاحظة I'd means I plus had or I plus would نلاحظ هنا اختصار I had or I would بوضع الفاصلة وحرف D اختصارا لكلمة had أو لكلمة would if I'd been more careful I'd have avoided the accident لو كنت أكثر حذرا لكنت قد تمكنت من تجنب الحادث if with could and might استخدام القاعدة الشرطية إذا مع يمكن أو قد use if and could or might plus past perfect to talk about possibilities and missed opportunities نستخدم هذه الصيغة if زائد الأفعال could أو might والفعل في الماضي التام للحديث عن الاحتمالات والفرص الضائعة look at the examples انظر إلى الأمثلة if I had gotten a job last summer I could have saved more money لو كنت قد حصلت على وظيفة الصيف الماضي لكان بإمكاني توفير المزيد من المال if she had left work earlier she might have avoided traffic لو غادرت العمل في وقت مبكر فربما يكون بإمكانها تجنب زحمة السير A. read the situations and make sentences using should have, shouldn't have اقرأ الحالات التالية وكون جمل باستخدام كان ينبغي أو كان لا ينبغي Answers will vary sample answers قد تختلف الإجابات وهذه عينة One Jane lent April some money but she never paid her back أقرضت Jane April بعض النقود لكنها لم تسدد لها أبدا Jane shouldn't have lent April the money كان لا ينبغي على Jane أن تقرض أبريل المال Two Brad forgot his key so he broke the window to get into the house نسي Brad مفتاحة فقام بكسر النافذة ليتمكن من الدخول إلى المنزل Brad should have had an extra key كان يجب أن يكون عند أبراد مفتاحا إضافيا Three Rita didn't feel well but she didn't want to go to the doctor لم تكن ريتا على ما يرام لكنها لم ترغب في الذهاب إلى الطبيب Rita should have gone to the doctor كان يجب على ريتا الذهاب إلى الطبيب Four Emelio was upset because they didn't ask him to go out with them كان Emelio مستاء لأنهم لم يطلبوا منه الخروج معهم They should have asked Emelio to go out with them كان يجب عليهم أن يطلبوا من Emelio أن يخرج معهم Five We went to Gino's restaurant but the food wasn't good ذهبنا إلى مطعم جينو لكن الطعام لم يكن جيدا We shouldn't have gone to Gino's restaurant كان لا يجب أن نذهب إلى مطعم جينو Six Mr. Johnson missed a really important meeting last night غاب السيد جونسون عن اجتماع مهم حقا الليلة الماضية Mr. Johnson should have been at the meeting last night كان يجب أن يكون السيد جونسون في الاجتماع الليلة الماضية Now till the class what you would have done in the situations in exercise A الآن أخبر الفصل بما كنت ستفعله في المواقف في التمرين السابق A Look at the first example انظر إلى المثال الأول If I'd been April's friend, I would have asked her for my money لو كنت صديقة أبريل، لكنت سأطلب منها نقودي Answers will vary sample answers قد تختلف الإجابات وهنا بعض الأمثلة Two If I'd forgotten my key, I would have climbed in the window لو كنت قد نسيت مفتاحي، كنت قد تسلقت من النافذة Three If I'd been sick, I would have gone to the doctor right away لو كنت مريضا، كنت قد ذهبت إلى الطبيب على الفور Four If I'd been a milieu, I would have been upset too لو كنت أميليو، لكنت مستاء أيضا Five If I'd gone out to eat, I would have gone to a French restaurant لو كنت قد خرجت لتناول الطعام، لكنت قد ذهبت إلى مطعم فرنسي Six If I'd been Mr. Johnson, I would have gone to the meeting لو كنت السيد جونسون، لكنت قد ذهبت إلى الاجتماع وصل جزئي الجملة لبعضهم البعض One If I had known it was going to rain لو كنت أعلم أنها ستمطر Two If they had asked me for advice لو طلبوا مني النصيحة Three If I had had enough money لو كان لدي ما يكفي من المال Four If you had been home لو كنت في المنزل Five If they had told the truth لو أنهم قالوا الحقيقة Six If I hadn't passed the test لو لم أجتز الاختبار Seven If the referee hadn't made a bad call لو لم يكن الحكم قد اتخذ قرارا سيئا A I would have told them not to buy that TV set كنت سأقول لهم أن لا يشتروا جهاز التلفزيون هذا B They wouldn't be in so much trouble now لما كانوا في مأزق كبير الآن C Their team would have won the game ذا كان فريقهم قد فاز بالمباراة D I would be taking it again لا أخذتها مرة أخرى E I would have taken an umbrella كنت سأخذ مظلة F I would have visited you كنت سأزورك G I would have bought a plane ticket لكنت سأشتري تذكرة طائرة A I would have taken it again D Now use the first part of the sentences in exercise C and add your own endings compare your answers with a partner استخدم الآن الجزء الأول من الجمل في التمرين السابق C وأضف النهاية الخاصة بك ثم قارن إجاباتك مع زميل Answers will vary Sample answers قد تختلف الإجابات وهذه عينة One If I had known it was going to rain I wouldn't have gone to the beach لو كنت أعرف أنها ستمطر لم أكن قد ذهبت إلى الشاطئ Two If he had asked me for advice I would have told him not to buy that car لو طلب مني النصيحة لقلت له أن لا يشتري تلك السيارة Three If I had had enough money I would have gone to Spain last summer لو كان لدي ما يكفي من المال لكنت قد ذهبت إلى إسبانيا في الصيف الماضي Four If you had been home I would have shared the cookies with you لو كنت في المنزل لقمت بمشاركتك بعض البسكويت Five If they had told the truth Their parents wouldn't have grounded them لو أنهم قالوا الحقيقة لما كان آباؤهم قد عاقبوهم Six If I hadn't passed that test My parents would have been upset لو لم أجتزي الاختبار لكان والدي منزعجين Seven If the referee hadn't made a bad call Our team would have won the big game لو لم يتخذ الحكم قرارا سيئا لكان فريقنا قد فاز بالمباراة الكبيرة E Work with a partner أعمل مع زميل What would, could or might you have said or done in the following situations ما الذي يمكن أو قد أو من المحتمل أن تفعل أو تقول في الحالات التالية Compare your ideas with other pairs قارنوا إجاباتكم مع زملاء آخرين One It was late at night when Ken remembered he hadn't taken the garbage out كان الوقت متأخرا في الليل عندما تذكر Ken أنه لم يقم بإخراج القمامة He was already in his pajamas but he wasn't going to get dressed again just for that لقد كان يرتدي بجامته لكنه لن يرتدي ملابسه مرة أخرى فقط من أجل ذلك So he went outside quickly threw the bags into the trash can and rushed back to the house فخرج بسرعة وألقى بالأكياس في سلة المهملات وعاد إلى المنزل مسرعا When he got to the front door He realized he had locked himself out وعندما وصل إلى الباب أدرك أنه قد أغلق على نفسه He was busy trying to break into the house when a police officer saw him كان منشغلا بمحاولة الدخول إلى المنزل عندما رآه ضابط شرطة Two You saw an old friend at the airport that you hadn't seen in years رأيت صديقا قديما في المطار لم تره منذ سنوات You went up to him or her greeted the person and started talking about old times اتربت منه أو منها وقمت بتحييته وبدأت في الحديث عن الأيام الخوالي Suddenly you realized that you had made a mistake وفجأة أدركت أنك مخطئ Three سالم borrowed his friend's car and denied it استعار سالم سيارة صديقه وأنكر ذلك He returned it but he didn't say anything about it عادها لكنه لم يقل أي شيء عن ذلك The following day when they went out his friend noticed the dent and thought that someone in the parking lot had bumped into his car وفي اليوم التالي عندما خرجوا لاحظ صديقه صاحب السيارة الصدمة واعتقد أن شخصا ما في موقف السيارات قد استدم بسيارته Four It was a special occasion and you wanted to celebrate كانت مناسبة خاصة وأردت الاحتفال You invited a friend to go out to a fancy restaurant وقمت بدعوة صديق للخروج وتناول الطعام في مطعم فاخر The meal was wonderful and you enjoyed the evening كانت الوجبة رائعة واستمتعت بهذه الأمسية When the waiter brought the check you realized you had forgetting your wallet at home وعندما أحضر النادل الفاتورة أدركت أنك نسيت محفظتك في المنزل Answers will vary Sample answers قد تختلف الإجابات وهذه عينة One I might have waited until morning to take out the garbage ربما أنتظر حتى الصباح لإخراج القمامة Two I would have apologised to the person كنت قد أعتذر للشخص Three I would have told my friend the truth about the dent كنت سأخبر صديقي بالحقيقة عن الصدمة Four I could have called my brother and asked him to bring my wallet to the restaurant كنت سأتصل بأخي وأطلب منه إحضار محفظتي إلى المطعم هنسيت محفظتي اشتركوا في القناة